بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخمسة الموازنة المرنة وتحليل الانحرافات هنتكلم عن خامساً انحرافات التكاليف الـ Cost Variance انحرافات التكاليف 3 أنواع عند انحرافات خاصة بالمواد المباشرة والمواد المباشرة تتكون من حكتين كمية وسعر عند انحرافات الأجور المباشرة والأجور المباشرة تتكون من ساعات ومعدل الأجر يعني لو ضربنا الكمية في الساعر يديني تكلفة المواد المباشرة هنا لو ضربنا الساعات في معدل أجر الساعر يديني تكلفة الأجور المباشرة ثالث عنصر من عناصر التكاليف التكاليف الصناعية غير المباشرة تتكون من ساعات ومعدل تحميل يعني لو ضربنا ساعات العمل في معدل التحميل يديني تكاليف الصناعية غير المباشرة اللي هي يطلق عليها لفظ آخر التكاليف الإضافية التكاليف الإضافية تحليل انحرافات المواد المباشرة Variance analysis of direct material هناك تحليلين في تحليل سنائي ينقسم إلى انحراف كمية وانحراف سعر في تحليل سلاسي يبقى 3 أشياء انحراف كمية وانحراف سعر وانحراف مختلط أو مشترك ممكن عشان يميز انحراف السعر هنا عن هنا نسمى ده انحراف السعر الصافي نبدأ مع التحليل الثنائي لانحرافات المواد المباشرة بنبدأ بالانحراف الإجمالي الانحراف الإجمالي حيساوي التكلفة الفعالية للمواد ناقص التكلفة المعيارية للمواد نحن في المواد المباشرة يبقى بيقول ليه ناخد تكلفة المواد المباشرة الفعالية ناقص المعيارية نقبر القانون أو العلاقة الرياضية الجزء بتاع التكلفة الفعالية دي بيجي من ضرب حكتين في بعض كمية فعالية في سعر فعلي يبقى لو ضربنا الكمية الفعالية في السعر الفعلي يديك الشق الأول من المعادلة اللي هي التكلفة الفعالية للمواد طيب المعيارية لو ضربنا الكمية المعيارية في السعر المعياري يديني تكلفة معيارية للمواد مع ملاحظة أن أو يلاحظ أن الكمية المعيارية اللي بنستخدمها في القانون أبارة عن كمية معيارية للوحدة مضربة في الإنتاج الفعلي بعد ما حسبنا الحراف الاجمالي هيحلل هذا الانحراف ثنائيا إلى الاثنين اللي عندي واحد انحراف كمية اثنين انحراف سعر أنا في انحراف كمية يبقى أبدأ بالشق التاني اللي هو السعر يبقى أبدأ بالسعر المياري أفتح قوس معناها يعني ضرب فرق الكميات من بعض فرق الكميات من بعض يعني الكمية فعالية نقص كمية هي ميارية يبقى لما يكون في انحراف الكمية يبقى القوس فرق الكميات من بعض كمية فعالية نقص كمية هي ميارية ويبقى اللي قابله السعر اللي هي المياري طيب لو أنا في انحراف السعر أخذ الشق التاني اللي هو الكمية بس أخذ الكمية اللي هي الفعالية أخذ الكمية الفعالية وافتح قوس سعر فعالي نقص سعر مياري اللي هو فرق الأسعار من بعضهم مع ملاحظة أن مجموع انحراف الكمية زي انحراف السعر يرجعني للانحراف الإيه الإجمال يبقى لو جمعنا المعدتين طول مع بعض يرجعني للانحراف الإجمالي اللي في الصفحة اللي قبل كده